مقال سطور من القمم خليجة التي كانت ولا تزال عنواناً المظلميتنا وصرحة هواري هوار التي أطلقها معني جبلي حولها هذا الفلاح الشهم الجميل في جنينة في عقولنا وواحة خضراء باسمة تسحف بخيرها على كل بلد فلاح كردستاني جزءاً من آذاننا ونبهنا بالعودة إلى كاثرنا المفقود وقداسة أرضنا بلهي ومن منا لا يتابع هذا الأمير الأحضر من منا لا يبتسم عندما يراه ومن لا يتمنى أن يكون مثله فلاحناً يهرب من فوضى المدن ويعود إلى رحم أرضه وقريته وتبعته رجل واحد اثبت المستحيل حول المواد الكيميائية التي قتلت الحياة في خليجة إلى دواء للأرض وشفاء للنبات فأزهرت شجره الزمان من بين أصابعه بائعة جميلة بحياة كنقلبات من الحر ولأني وأقمار يمل كفيه بأتربة كأنها الحماء يتلو لها الصلوات والدعاء ويخضب قلوبنا وجياهناً بقداستها يغوص بأنامله في رحم الأرض وكان عروقة متصلة بعروفها ويضيف من لون دمه إلى لون حية الرمان فتقول دماء الأثمير عزيزة لتملى شفاهنا بولال ماتها هل تريد بعد أراضي ويا له من اسم جميل ألا كوانيو الزراعة في وطني لم يدرس في هارفرد ولا تخرج من الأكسفورد أنا علاج كردستاني وحسب لون عينيه أملون السنبلة الناضجة أنيق دائماً بهندامه الكردي ولغته المنحدرة من سليمان باشا السسني هذا الرجل البسيط والملبي بالعزيمة وحركة المحارب الجملي استطاع أن يحدث ثورة زراعية في عقولنا وانقلاباً في مفاهيمنا وجعلنا أن نبتسم باطمئنان إلى نكهة جنتنا أنه يعرف ماذا يفعل ومتفوق في عمله ولذلك حاز على عجاب شعب بكامله لا يجلس خلف كرسي ولا يؤمن برتابة الوظيفة الحكومية ولم يطالب بوظيفة مدير عام في دائرة حكومية تحول إلى طائر أسطوري يحقق بجناحيه عالياً ليجمع الأطراف المنقطعة الأربعة لبلادي ونجح فيما جار السياسيون شخصياً أعشق الطبيعة والمطر والزراعة والفلاحين وحياة الرعاة الجبلين ملاحيات الدار لا يقض فيه ديكة في غزة الفجر وقالت أم الفل ينهدم ذلك البيت الذي لا تسمع على مانه شفاء نعمة هناك لا حساب العمر ولا احتفالات بالسنة الجديدة ولا جواز سفر دبلوماسي ومذة ثمرة الذين عندما تقطفها من بين أوراق الشجرة وتتذوق حلاوتها وكوب الحليب الذي ترتشفه صباحاً بعد أن حلنا النعاج تحت رعاة المطر ما أقرأ عن حياة الرعي وطرق الزراعة أكثر بكثير من كتب الأدب والفكر والسياسة والفلسفة ولكن كل معلوماتي عن الزراعة على الورق بحيث أنني وبعد تقاعد من الوظيفة قبل سنوات اشتريت دون من واحداً من الأرض في منطقة عار مازيرة في الطراف السليمانية بنيت عليها بيناً صغيراً وزرعتها بأنواح الاشجار المثمرة ولكنني ولحد الآن لم اتذوق منها ثمرة واحدة الجهلي بتربيتها عرفت بأن على أن ابدأ على يد هذا المعلم أعود تلميذاً في مقاعد دراسة الأشجار والإثمار ويا لها من مهنة لذيذة في مزرعة الصغيرة بنيت كوماً صغيراً بطابقين بين أغصان شجرة بلوط معمرة إصعد إلى هناك وأعين جبلي خاشعناً متصدعاً من خشية الله 110 متحي المندلوي وزير سابق في حكومة إقليم كردستان ترجمة نانسي قنقر